أخطر شيء أن النائب يمارس دوره داخل قاعة عبدالله السالم وتكون عينه على الانتخابات مو عينه على المصلحة العامة ليش القانون غير جيد يعني؟ أول شيء خلأ أقول لك ياها من البداية من حيث المبدأ التعديل اللي صار على المادة 24 من قانون التجارة ليس إلغاء الوكيل المحلي عيل شنو؟ وهذا الكلام أنا قلته في قاعة عبدالله السالم أثناء مناقشة هذا القانون التعديل اللي صار هو منح الشركات الأجنبية حرية أن يكون لها وكيل من عدمه وهذا أصلا معمول فيه في قانون هيئة تشجيع الاستثمار المباشر معمول فيه يعني ما فيه شيء جديد ما فيه شيء جديد بل بالعكس خلأ أقول لك شيء هيئة تشجيع الاستثمار المباشر قانونها واضح وصريح استثنى الشركات الأجنبية من المادة 24 من قانون التجارة وسمح لهذه الشركات أن تدخل السوق المحلي الكويتي بدون وكيل محلي ولكن تبقى تحت رقابة هذه الهيئة ولوائحها وتنظيمها بحيث أن الهيئة تفرض على هذه الشركات تعيين نسبة من العمالة الوطنية في بعض الأنشطة التي يحضر على هذه الشركات أن تمارس العمل فيها وصدر قرار من مجلس الوزراء بحضر هذه الأنشطة وهي أنشطة متعلقة بالثروات الطبيعية التي هي النفط والغاز الطبيعي وغيرها التعديل الذي صار على قانون التجارة خلق مسار للشركات الأجنبية خارج إطار رقابة الدولة وهنا المشكلة أثناء النقاش أنا قدمت طلب وقدمت تعديل قلت تلغى المادة 24 نهائيا من قانون التجارة ماذا كان رد اللجنة؟ ليس اللجنة في الجلسة الرئيسية قدمت هذا التعديل ولكن لكن أكيد الذين يفصلون القانون يعتقدون يشرحونه معظم اللجنة نعم فبالتالي أنا قدمت هذا التعديل في قاعة عبدالله السالم لما كنا نناقش هذا القانون ولم يتم للأسف الموافقة عليه وكان الهدف من هذا التعديل لما أنا ألغي هذه المادة أن الشركات الأجنبية كلها تدخل الكويت تحت مضلة هيئة تشجيع الاستثمار بحيث تكون تحت رقابة الدولة بحيث أحمي المشاريع المتوسطة والصغيرة أضمن تعيين نسبة من العمالة الوطنية في هذه الشركات أحمي السوق الكويتي والجانب المصرفي والمالي من عمليات غسل الأموال ولكن بالنهاية هذا رأي الأغلبية وارتأوا تعديل المادة 24 من قانون التجارة لكن أنا ما وقفت عند هذا الحد أرتضي برأيي الأغلبية ولكن ما وقفت عند هذا الحد بعد ما نشر هذا القانون وجحت سؤال إلى وزير المالية وسؤال إلى وزير التجارة سألتم إن استنادا على التعديل اللي صار على المادة 24 من قانون التجارة شنو هي الضوابط اللي من خلالها الشركات الأجنبية رح تدخل السوق الكويتي ما يعني رد من وزير المالية لغاية ما تم حل مجلس الأموال ولكن يعني رد من وزير التجارة شكال؟ رد وزير التجارة كان جدا صادم أنا قاعد أسأل عن قانون التجارة عن مادة 24 اللي تم تعديلها وزير التجارة الحالي ولا العيضان؟ لا وزير التجارة الحالي لا لا عفوا وزير التجارة الحالي كان الرد أن نود إفادتكم بأن السؤال لا يتصل بإختصاصاتنا كوزير لوزارة التجارة والصناعة ولا يتصل بأعمال اختصاصات الوزارة قانون التجارة حيال من المسؤول عننا قانون التجارة بالضبط فاليوم الوزير ووزارة التجارة تقول نحن غير معنيين بالضوابط الخاصة بدخول المستثمر الأجنبي والتي تكلمت عنها المادة 24 من قانون التجارة وهذا اللي أنا كنت أحذر منه في قاعة عبدالله السالم كنت أقول لا نخلق مسار لدخول الشركات الأجنبية دون وجود ضوابط لهذه الشركات نعم يمكن كان يقصد وزير التجارة أن الموضوع عند المالية عند وزارة المالية وهذه مشكلتنا في البلد ووزارة تقطع على وزارة بس هو تعديل على قانون التجارة صحيح يعني لابد أن يكون للتجارة طبيعي أن يكون للتجارة رأي فيه